اشتركوا في القناة كان بيحبط فيك يهند ويداري على شمعك يقيه وانت وحدك جوه قطك كل يوم كسرك يزيد والثقة راحت معادك ابو امه معامل باتك انك شخص ما لهش ايمة اما مشهد تاني شفته نبدي قلبي ووقت خفته ورحش تلقيت في النتيجة وظهره طاية وضحكة ابوك ودمعت امك لكن بفرحة وقتها تعب الليالي وقتها صهرك اللي فات هتشوفه في عند اهلك بنت بقيت بنت جابت ابني داس على الارض سابق سد عين الشمتين اللي هدك من البداية ام وره انت مين بقى شهر اتنين تلاتة قالوا وقتك عدفات امه صمم قل بعنات لو هبات كلي ليلة مدوش نوم حلم يستاهلها عافر هل اتعب اكت في يوم عافر حلمت يستاهل صمم توصل على شبك وقع واثنين وتلاتة امتاني ده فوق مكانك اوعى تسلم ودانك لكلام لو احبطوك قادر تبني في حطامك توصل رغم الشكوك قادر والوقت لسه قادر لو تتعب اكتر اضغط نفسك هتوصل وتشوف حلمك بيقر ابدأ من تاني وعافر بكرة تعبك هتلاقي اوعى تسلم لفشلك او تقبل بالبوائي عافر حلمك يستاهل ده الحلم بدايته فكرة والفكر لازم تعيش وانا هوصل مهما قاله في كلام ما يهمنيش عافر حلمك يستاهل ده معك ماجد ماذ مهما صده في كلامهم هنوصل طغم الكلام عافر حلمك يستاهل سدعين الشمتين اللي هدك بالبداية اموريه تمين اهلا وسهلا بيكو طلاب الحلم في كل ما كان في الجمهور يمسأ الخيرات والعزيمة والبهدلأ والمرمطة يمسأ السلام العامة يمسأ خطة المعجنة سمي الله صلى الله على رسول الله بقى ركز مع الله يبركلك مبدئيا كده ركز معي معلش 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 مستقبلة كده 2-3-4-5 دقائق يعني معلش مستقبلة دلوقتي انت هتعمل هتركز في البلال اللي انا هقولها دلوقتي لان انا جاي يقول لك خطة المعجنة بص راشا شوف بنكوسين ايه كل اسئلتك اسئلة حضرتك عن المراجعة النهائي وهقول لك دلوقتي اسئلتك عبارة عن ايه وهجوبك فمن الاخر انت مراجع وهتراجع وهفرم المادة مش فرم المادة الان من باب معين لامم حاجة موقع حاجة عايزك تركز في كل تفصيل الفيديو اللي فيه اسئلتك ركز مع الله واركلك طيب انت الفيديو ده هينزل منصة وهينزل ان شاء الله كمان بوبليك يوتيوب انت نفسك مثلا مش في السنوية اعمل منشا اللي في السنوية طيب انت نفسك مش عارف المراجعة خلاص فهمتها اعمل منشا لحد من صحابك كيف برضو عشان يشوف وقت واحد ليه لان انا من الحسة الجاية ان نرد الحد يوم لاربع لا فيه راحة او لا بالراحة ما بهزرشي فضل ربينا بعيد على الهزار من يوم لاربع الجاية هبدأ المعجرة بجد طيب ترخيص الكلام كده وعشان اثر عليك ايه كل اسئلتك اجيو هتراجع ايه يعني ولا نعمل ايه ركز معاي بصة بشا سمي الله صلى رسول الله مبدئيا انا عايش وقت تركيز وصبر اسابكم الله مش عايز اكتر من كده فاهم حاج ما اجد معاك ركز مع الله يا ستورة بصة بشا بقى بيه دع الهزار بجد خالص ايه اسئلة حضرتك رقم واحد موعيد المحاضرات امت ركز انا مسئول على الكلام ده الاخر السنة بفضل ربنا هنعمل ايه وهنشتغل ازاي عموما بقى تفاصيل التفاصيل ايه اجيو وبسرعة برضو بعد كده هنحل منين وهلازم اجيب كل الكتب اللي انت قلتها قبل كده هجيو كلها ولا اجيب كتاب ايه الاهم ركز معايا لو انا مش مظبط باب معين او مش مظبط المادة اصلا همشي ازاي انا كده ضعت يعني كده خلاص مستبال بيه ولعبه او مش عارفه وكوابيس بالليل وكده ومغس واسهل لا مش عايز كل الكلام ده ركز معا الله يا ستورة افهم بجد انا بغزر واضحك يا جماعة بس باتكلم بجد هنحل امتحانات السينية السابقة اللي فات يعني والامتحانات الاسترشادية والمقالة 23 ولا لا ركز معايا كمان بعد كده اعمل ايه علشان اجيب الجيو في شوال الجيو اللي ايه الجيو مش اجيب الجيو مجل امام في شوال ركز الله يا ستورة جيب الجيو الجيو في شوال فهم والله العظيم عارف انكو هتحفله علي بس مكانش في مكانة زو الجيو هنجيب الجيو في شوال ازاي بفضل ربنا ونضمن درجة جامدة ترفعني في مجموعي بجد اقسم بربي اقسم بربي سنين اللي فاتت كانوا بيكلموني اللي ربنا كرموا بمجموع كويس بس اللي سندهم ورفعهم كانت الزلوش كمان في سؤال مهم ركز مع الله يا بريك لك جيو لو وقف معايا سؤال اعمل ايه كالعادة بفضل ربنا تيم المدرسين المساعدين بتاعنا بيرد على اسئلتك كل الوقت من ساعة 9 الصبح لحد احتصر بالليل ركز مع الله يا بريك لك بس في حاجة مهمة الجروبات القديمة بتاعة الشرح اتقفلت خلاص من اول المراجعة في جروبات جديدة خاصة بطلاب المراجعة بس خلاص خاصة بطلابنا المراجعة بس عشان يبقوا معاك اول بول وعشان يجاوب على اسئلتك اول بول وعشان يكون معاك في المراجعة اول بول ونقل لك السنطر في البيت ملخص الكلام تعال نجاوب على اهم ده واهم سؤال بنسأله لي الساعة 8 مساء جيو تلت محاضرات في الاسبوع اه بس ركز الله يا بريك لك ركز بقى شغل يعني شغل دماغك كده معايا رقم واحد المحاضرة فضل ربنا مش هتبقى طويلة مش هتبقى ساعتين 3-4-5 ماكسي مسلا ساعة ونص ساعتين الا طب ليه يا جيو ما كانت ساعة حلوة لطيفة بس عشان المراجعة وعشان وعدتك بشرح وفرمو وحلو وتلخيص وهجيب لك المنها الكل وهقول الكلام دا دلوقتي فانت عندك حضرتك ايه 3 محاضرات في الاسبوع الساعة 8 مساء دي موعدنا هوا طيب يا جيو الحصص دي هتبقى مش هنحن هنذاكر مادة غيرها انا هنمفع على المكتب انا موريش حاجة غير الجيولوجيا باشا شغل الله يبريك لك فصوص السفندي دي دي فصوص السفندي اول حاجة الحصة وقتها بقليل رقم اثنين لو انت نزلت سنتر ساعة قبل السنتر وساعة بعد السنتر وساعتين في السنتر الحصة الوحدة في السنتر بتاخدك 5-6 ساعات انا بقول لك وانت بدلد رجلك على مكتبك بأي لبس حضرتك بتشوف الحصة ساعة ومص وعشان تضمن الستين درجة تعبنا كتير يا ابطال ومكملين مع بعض المشوار فما تجيش عند الاخر وتهنك المهم دي موعدنا سجلها معاك بعد كده سمي الله صلى على رسول الله هنعمل ايه وهنشتغل ازاي عد معاي هه ركزي معاي واحد 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 اول حاجة لم وشرح وفرم وفنيات وخرايط ذهني يعني ايه يعني انا دلوقتي فضل ربنا هشتغل معاك من مذكرتي اللي احنا عملناها ركز معاك الله بارك لك همسك لك اول كلمة لاخر كلمة في المنهج الباب كله اه قد في قد ايه في ساعة ونص بالفنيات بالخرايط بالمتشابهات وخلي بالك لو جاب لك كزا يبا كزا وخلي بالك يبا كزا اه كل ده في ساعة ونص اه طب افرد يا جيو انا ما حضرتش قبل كده او كان واقع مني باب ما ده سؤال قلته في الاول هجاوبك علي كمان شوي المهم من اول كلمة الاخر كلمة لسه ما دخلاش في الحال شرح تاني وفارمي تاني بس شرح ركز كده من غير ما تميل يعني اللي مذاكر مش هيزه واللي واقع خالص برضو هيلمي الدنيا ماشي كل الكلام ده فضل ربنام ومذكرة حل كتير معروفة اوان اهريكم السنوية عامة عامة حل كتير ده انا كنت هطلع لكم الكاميرا سنوية عامة حل كتير طيب سمي الله صلى على رسول الله هنحل كتير جدا 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 من كزا مصدر هقولك عليهم دلوقتي تجمعات المنهج والافكار المتشبهة يعني خدي الحتة دي تحت تحت لسانك وبالهنة والشفة يعني تجمعات المنهج انا خلصت باب معين افهم معاي هحل لك علي كتير تمام خلصت بابين ثلاثة تعال خد المتشبه وربط الأبواب خلي بالك انت شفت الكوارتس في كذا وكذا 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 خلي بالك انت شفت الحتة الفنية في الباب الأول والتاني وكذا خلي بالك لو طلب كذا باب بتاعت الباب الأول أما كذا بتاعت الباب الأخير الدلع ده كله يببى ده بفضل ربنا في عجالة كده إلا يحصل يعني عظمة والعظمة اللي هو واحده بعد كده أحل على الباب هقول لك منين بعد كده أجمع لك الأبواب حلو قوي نكمل ركز الله يبركلك معلش نستحمي الفيديو الأخير استحمي المستقبال استقبالك استحمي هنحل منين وهلازم أجيب كل الكتب ولا لا بص رجل رقم واحد هنحل المذكرة الجيو هي عظمة والعظمة اللي هو واحده فيها مجهود كبير جدا ثلاث شهور بتتجهز ودي صور لايف من الطلاب دي والله الطلاب اللي بصورنا أنا وخدتها من الجروب هتلاقوا عندكم ما شاء الله لما الطلاب شافوها قالوا في المذكرة حاجات جميلة جدا قالوا فيها كل المنهج وقالوا فيها أسئلة ما شاء الله فيها مجهود يا حبيبي 15 مدرس مساعد بيعملها لك من ثلاث شهور تقريبا قاعدين بس بنيعملها ونعدلها وننساها عشان حضرتك تجي في الآخر هو في الحصة طويلة وانت مدلد رجلك ونتاكل شر في البيت انت وقتتك ما بقى هزرش بيحصل سمي الله سأل على رسول الله فبفضل ربنا فارم كل حاجة فرقم واحد هنحلم المذكرة بس ركز كده في كلمة بن كوسين على المنصة بس يبنى طلاب المنصة بس هحلم معاهم مذكرتي خش بعد كده يبشرح وحل المذكرة على المنصة خش بعد كده حل أسئلة من كتاب التفوق منصة بس يبقى مذكرتي كاملة والكمال اللي هو واحده بعد كده كتاب التفوق واسئلة مختارة كمان من القطاعات اللي مش موجودة في مذكرتي عشان ما نكررش الاسئلة بس سلم كل الافكار خلصنا كده ما خلصناش كده ركز بعد كده هنحل اسئلة مختارة من كتاب الامتحان ركز كده على انا عملت عليه دايرة منصة ويوتيوب لكل الناس هده يا مين بقى لطلاب المنصة برضو يبقى حلت معاك ثلاث مصادر ما شاء الله هنحل لي ايه تاني فالاسئلة المختارة دي هتبقى لمنصة برضو ويه لطلبة اليوتيوب بقى اللي عايز ايه يدردش معايا كده في كتاب الامتحان بس بس دي منصة دي منصة دي منصة ويوتيوب حلو كده مش بس كده حل في النهاية امتحانات شاملة بعد ما خلص منهجك ركز حل امتحانات شاملة الامتحانات الاسترشادية اللي نزلت السنة دي بتاع التلاتة وعشرية امتحانات السنين اللي فاتت وفي مفاجآت طب المفاجآت دي المين اللي هيزاكر ويخش المسابقات ويمتحن ويجيب درك بقولك من الاخر انا هصفيكم سام الله اصلى على رسول الله بجد يعني هصفيكم بس بالتحفيز مش هصفيكم وغزر يعني هصفي مين اللي هياخد جايزة يبقى الامتحانات هتناسب كل المستويات بس في بقى كمان مسابقات روح تحدي روح حماس روح انك تحفز نفسك حضرتك وكمان تاخد جايزة محترمة فلم المادة ولم نفسك بسك دي ايش بسك دي كمل معاي صحيح هل لازم اجيب كل الكتب لا اهم حاجة فضل ربنا ان يكون معاك كتب اسية بتحل منها مذكرتي تمام او كتاب التفوق تمام شو بقولك او مش عايز تجيب مذكرتي ما تجيبهاش مش بقولك لازم تجيب مذكرتي دي جديد لفعل الامتحان هي جامدة انين وفها مجهود وفها صهر وتعب بس خلاص انت جيبت مثلا كتاب التفوق كتاب الامتحان خلاص يعني رحمة بقوله الامور رحمة بيك ما تشيري مذكرتي انا ما اجد ما بقولك ما شيري مذكرتي ده لو ايه لو انت في فضل ربنا اشتريت حاجة تانية وخلاص مفيش مديات طيب في مديات اشتري اللي انت عايزه طيب مفيش اشتري حاجة واحدة طيب موارد اللي يا جيو انت هتعمل ايه انا هحل من كل حاجة وكل فضل ربنا هكون قدامك على الشاشة فاللي مش معاك انت هتشوف حل قدامك فضل ربنا وكل اسئلة بتكمل بعضها فانا هحل كل حاجة هات اللي تقدر علي تمام سمي الله بقى صلى الله رسول الله لو انا مش مزبط باب معين او مش مزبط المادة اصلا هامشي ايه خططي او مبدأتش خالص يعني لسا مبدأتش جلوشة كنت لكنها كنت بقى تصحر ونسيتها وما ساكرتهاش مثلا فهمني سمي الله صلى رسول الله صف النية ما هقول لك ايه غير كده يعني بتتصحر مميم فانت ما زاكرتش المادة خادس ركز معاي هتعمل ايه هقول لك حاجة بس بالله عليك ما تتلغبط هقلب هين فوق معاي كده سمي الله صلى رسول الله ركز معاي فوق معاي دي عشان هتلغبط ناس بعيدة من نظار بصرش كل اللي انا قلت شرح وفرم وحل وتلخيص وحلم المذكرات وحلم كتاب التفاوك كل الامتح كل الكلام ده لكل الناس افهم بقى طب هدية بقى للي ما بدهش اموقع حاجة اف قبل كل ركز قبل كل باب هتلاقي تجميع شرح الباب كله في اقل وقت من اول كلمة الاخر كلمة شرح الله تاني تاني ركز بالله لك في دي هالبكين ده انا كمجد ايمان مثلا كنت طالب من اول سنة مذاكرت جروشة وبعد كده حل الباب الاول وبلاقي كل الحاجات عادي هلاقي قبل كل الكلام ده ركز كده في فيديو تجميع شرح الباب الاول ده من ايه من الحصص كلها مجمحولك للطالب اللي ما يعرفش حاجة خالص جيو هو انت حضرتك عايز تقول ايه عايز تقول انا موقع باب او ضيح في الباب او ما شفتش المادة خالص او ما زكيتش المادة خالص قبل مبدأ مراجعة الباب ده سهلا ده فرموا شرحوا حل معاك وتلخيص اشوفوا الباب مجمع اه طب هشوفوا يا جيوفي وانا هاعد بقى كده زاكر جروشة كتير ما انت ما زكيتش من الاول يا حبيب طب هجيوا وقتا هيضيع الباب كله هيبى في ساعة ونصف ساعتين الباب كله اه اللي خناف شهور انت ممنتجوا قص يا جيوف الشرح بفضل ربنا في ساعتين مثلا اه تخلصوا من هنا وتخش في المراجعة العادي انت عايز تاني كرسي مكسف شد حيلك في مقولة بتقولك خيل السباك خيل السباك اذا اقتربت من النهاية اتت بافضل ما عندها خيل السباك بجري 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 جي من النهاية تعبان بس النهاية قدامه السباك جيب احسن ما عنده بتتك على نفسه تتك على نفسك شوية يبى فضل ربنا هتلاقي تجميع تاني تجميعة الباب دي مش لكل الناس اللي عايز يشوفها للي ما بدأش المادة اللي يزبط باب معي يشوفها بساعتين يا بشا ويبدأ يخش مراجعة عادي اوه عا تنسى الكلام زائد خطة المراجعة الكاملة وبالهانا والشف يبى هيلاقي الباب دا زيادة في الاول وبعد كده خط المراجعة العادي يشوف الباب الاول بقرها المرة السبعية شوف الباب الاول وبعد كده يخش ايه يخش مثلا المراجعة بتاعتنا عادي بقى يجيوه هنتعب شوية بس هتلم الماد قسم بالله بجد هتلم الماد يعني من الاخر اضغط نفسك شوية اللي هو ايه انها مرمطك باين مكتوب ايه وعلى فكرة حبابي سمي الله صلى الله عليه وسلم بعد المقادمة دا على طول هتلاقي تجميعة الباب الاول نازلة للي ما شفوش واللي ما خضروش واللي ما ذاكروش قبل ما ابدأ مراجعة وملا أربعة ان شاء الله ركز معاي اخر حاجة او قبل اخير هنحل متحات السنة اللي فاتت والمقالة وبتاعة السنادي اللي نزل بتاعة الوزارة السنين اللي فات او المقالة وكمام فضل الله واحده مذكرتي فيها امسكيو كتير وفي النص كده زي اللي نزل استاند بزرق اسئلة مقالة هنتدرب عليه فبفضل ربنا هنفروم كل الكلام زائد لأسئلة المقالة هنتدرب عليه يبا انت عندك العادي انت حات الشاملة السنين اللي فاتت المقالة فضل ربنا فضل ربنا امشي معاها كويس نفروم الدنيا كلها حلو قوي اللي بعد كده او السؤال اللي بعد كده اعمل ايه عشان اجيبي الجيو في شوال الجيولوجيا في شوال واضمن درجة جامدة في فضل ربنا تفتكر تعمل ايه هنصحك نصحة جامدة اسمع الكلام بس اعمل ايه عشان اجيبي الجيولوجيا في شوال نفروم كل ده يعني اللي واقع منه حاجة متلخصة شرحة قبلها بساعتين اللي مش واقع منه حاجة مراجعية الفضل ربنا مش اهم من نقطة وحل فرم وحل ربنا اعمل ايه فاسم الله بقى اصلى على رسول الله عشان انا ازهجت انا ازهجت السؤال بقى لحياة العلماء اهم سؤال بتصحه في كتير انا تعبت انا زكل اهم السؤال اصلا سألته كتير او بقى اصلا هلحق انا مش هتكلم الصورة هي اللي هتتكلم والله عيد بعد المربط دي كلها ومعاكم ماجد امام فضل بابا ماجد وبعد كل ده هتلحق ده انت هديم جيولوجيا في شوال والشوال يعني هيكون فيه شرح وحل لما اقول بابا قد القول ولما اعمل بابا قد رد الفعل اولي احذر مع طلاب انا اسف انا اسف رمضان كده انا اسف ما تكفلش الفيديو سم الله بقى صلى على رسول الله فضل ربنا الفيديو ده كان عظم ولا عظم الله وحده عشان اقولك انت هتمشي ازاي اهم حاجة بالله عليك يا اخي احات عيالك عيل عيل اموز دماغك اهم حاجة ما تنساش عافر حلمك استاه معروف معروف عافر حلمك استاه كده بفضل ربنا يا حبيبي احنا كده فرمنا بلان المراجع كاملة بعيدا ان هزار بغزر وضحك بس بتكلم جد عرفت انت لو معرفتش برضه رجع الفيديو هنشتغل منين موعدك ايه هنحل ازاي نصر محاضرة كتير ما كتير عليك وعليك برضه ما هنطلع عيني بس بفضل ربنا عارف انت هتاخدهم يعني هتاخد المذاكرة ازاي وهيبوقتهم قولي له لأ هنحل منين ما جبتش كتب هلحق ولا مش هلحق هنفروم الدنيا ازاي كمان ما تطلعباتش في الحتة الاخيرة بس هاي حتة اللي لو انت مش ضابط حاجة او مش ضابط باب هتلاقي فيديو لوحده ملخص اخر حاجة هقولها لك غير عافر حلمك استاهل وعافر عربيتك تستاهل وعافر عشان خطري طلاب جيوم اجي دمان بجد غير اي حد وربنا يرضيكم ويرضيكم ويوسر امورك ويسعد لكم وحاق احلامك وفرج امومك ورمضان كريم اخر حاجة هقول لكم بعد كل الكلام ده انت كده تصبح على خير اتبع معكم